السلام عليكم أجل الفلاوين رجعت معكم إن شاء الله في فيديو جديد لكي نحكي فيها على المجلس السأسيسي هذا بيقبل ما نروح للمجلس السأسيسي نرجع شوية بالتاريخ اللور تاريخ الجزائر لتاريخ سنة 63 وين تم إنعيقات أول مجلس السأسيسي في تاريخ الجزائر المستقلة ونعود ونرجع ما إن تحررت الجزائر من الهيملة الاستعمارية الفرنسية حتى وجدت نفسها أمام فراغ مؤسساتي كان ينبغي ملءه بهيئات منتخبة أو معينة عيثما تتهيأ الأوضاع الداخلية لضبط أمورها وإحكام تأسيسها جرت أول انتخابات تشريعية في الجزائر بتاريخ العشرين سبتمبر من سنة 2260 أي غداة الاستقلال الوطني بأشهر قلائل وكانت الغاية من إنشاء المجلس المنتخب لعهدة مدتها سنة واحدة سنة القانون الأساسي للبلاد وفي فعل فقد سمح ذلك بإصدار السورة العاشر سبتمبر سنة 63 والذي كرسة على الخصوص مبدأ أحاديات الغرفة بالنسبة للبرلمان الجزائري أحاديات الغرفة بالنسبة للبلاد مدتهاة من جديد الوطني الغرفة بالنسبة للبلاد ومدتها إلى حقا أتباع الفاراونيزم لا يوجد فاراون لا يوجد فاراون لا يوجد رمسس 2 لا يوجد جامعة وليست هناك هناك لا تتعالجها بقضية شخصيات وطنية أو حلول ترقيعية وإنما تعالجها بالعلاج الذي يقضي تماماً على ذلك المشكل المشكلة لنا هو نحن نعيش أزمة دستورية معنى سلطات مركزة في رئيس الجمهورية لديكتاتور رئاسي وعنى طورة شعبية ندلعت بأسباب سياسية محدة والتي هي طغيان النظام الحاكم والتمادي في سلطة تاعو إذن سببين في القانون الدستوري ليسمحوا لأي شعب أنه يدعو لمجلس أسيسي الأول لازم تكون عندك أزمة دستورية وهذا الشيء اللي رأنا فيه وعلى سبيل المثال من بين المؤسسات الدولة اللي كان هنا عندنا مؤسسة البرلمان البرلمان ما هوش يدير في الخدمة تاعو ما هوش يمثل حقيقة في الشعب راه يصادق على قوانين ضد مصلحة الشعب وعلى سبيل المثال قانون المالية 2016 وكذلك ما هوش يراقب في العامل تاع الحكومة ما هوش يسائل في الوزارة كما ينبغي ما هوش يحاسب فيهم على بيجيت على الوزارة التاحل اللي راي تروح أغوش ودرواد هذه مؤسسة من بين المؤسسات مؤسسة رئاسة الجمهورية راننا نشوفه فيها باللي هي ماخدة سلطة القرار تقرر بسلطة انفرادية القضاء ما هوش مستقل وبالتالي قضايا فاسات تم الإعلان عنها عبر الصحف والإعلام وتم حتى تسريب وثائق رسمية لكن القضاء ما تحركش لأن القاضي الأعلى للبلاد هو رئيس الجمهورية وبمجاب تليفون تاعه باش يتحرك القضاء علنا أيضا المجلس الدوسوري كما كنت تشوفه في 2014 و2019 صادق مرتين متثاليتين على ملف مترشح للرئاسية اللي هو عبدالعزيز متفريقة والذي كان عاجز طبيا ومع ذلك تم المصادقة على الملف تاعه في 2019 سي أون كوربير فالملف تاعه تم المصادقة عليه بدون حضور المترشح نفسه هنا هناك أزمة دوسورية أزمة المؤسسات المؤسسات الدولة يتحدثون الأشخاص والشخص رئيس الجمهورية ومشون الأقيم الجمهورية والدوسور والاحترام والقوانين وبالتالي نستطيع أن نعالج مشكلة من هذا النوع بي تغيير شخصيات لا نحن ندماني فى changement دون الرجيم لكن نحن ندماني فى changement دون الرجيم لأن الرجيم هو مجموعة الأشخاص والشخص هو المؤسسات الدولة والعلاقة بينها المجلس التأسيسي تاريخيا كان مطلب الحركة الوطنية كان مطلب مفجري الطورة التحريرية حتى إن كنا في ضل الاستعمار تحت سلطة فرنسية الاستعمارية إلى أن المجلس التأسيسي موش يندار فقط بعد الخروج من حرب وكل مرة يكون عندك أزمة دو السورية أو أزمة مؤسسات فتلجأ للسلطة التأسيسية التي هي ملك الشام من أجل إعادة مراجعة وتأسيس الدولة وتأسيس الدولة يقصد به موش التخلي عن كل مكان في السابق يمكن الاحتفاظ بما نراه أنفا مثل الناس يدرك على تحكي وتخوف إعادة التأسيس إعادة التأسيس هو التخلي عن مبدأ أول نوفمبر ممكن تخلي عن بعض القيم ممكن تخلي عن بعض المواد لأن مبدأ أول نوفمبر هذا موش قرآن بل لازم يبقى صالح لكل مكان وزمان وإنما هناك أمور نعاصرها في الوقت هذا ممكن ما يش خرج تعلينا ممكن أثبتت شاشلها ممكن أثبتت شجز أثبت نجاحها وحين نقول إعادة التأسيس فعلى سبيل المثال مبدأ أول نوفمبر ينادي لدولة اجتماعية الديمقراطية هل مع أن ترى حين نحيو الديمقراطية وهل بوجود كلمة الديمقراطية في مبدأ أول نوفمبر ولا بيان أول نوفمبر مع أن ترىنا فعلا اليوم ديمقراطية حقيقية هذا السؤال ينترحوا لهم نحن لسنا بديمقراطية نحن في دولة نظام شمولي يطلب منك أنك تنفذ ما يفكر به هو يحرم عليك الخروج من مربع تفكيره ويفرض عليك رؤساء اللي هو يشوفهم يخدم المصلحاته إذن إعادة التأسيس تقتضي بالأساس مراجعة علاقات مؤسسات الدولة فيما بينها وفيما بينها وبين المواطن معناتها اليوم إذا كان القضاء والمجلس دسوري ومؤسسة البرلمان ومؤسس مجلس البرلمان بغرفته يعني مجلس شعبي الوطني ومجلس الأمة هذه كامل مؤسسات الدولة مؤسسة العسكرية مؤسسة القضائية هذه كامل مؤسسات الدولة اليوم كان دسور ليقيد العمل تحم واللي يكرس لبلان بوفار يعني السلطة كاملة فيه شخص رئيس الجمهورية إذن علينا مراجعة هذه العلاقة بين كل مؤسسات الدولة ومراجعة الدسور كامل من مادة واحد لآخر مادة معناتها إذا كان هناك مواد يمكن الاحتفاظ بها فأهن وسهلا إذا كان هناك كامل مواد لازم نتخلى عليها لأسباب كل شي يفوت على نقاش لكن ما هو أهم بالنسبة لكل الشعب الجزائري أنه هذا المجلس السأسيسي رح يكون منتخب معنتها رح يعكس أغلبية الشعب الجزائري معنتها وش يقرر الشعب الجزائري في غالبيته هذاك وش رح يمشي ما كانش خطوط حمراء ما كانش مواد غير قابلة للنقاش كل شيء يناقش لكن عبر نقاش كما يقولوا حضاري داخل المجلس والمجلس السأسيسي قاعدته أنه تلوتي أعضائه يستطق على القانون معنتها إذا كان الجزائريين كامل متنفقين على نظام رئاسي مطلق عليه يقول لك ما تراجعش المادة رقم واحد المادة رقم واحد تحدد النظام الجمهوري للدولة لكن أي نظام جمهوري رئاسي مطلق نصف رئاسي برلماني فيديرالي هنا كل شيء يناقش إذا كان أنا مواطن جزائري بحكم تجربتي نشوف بالليتال وتال النظام ليخرج عليها نظام جمهوري ممكن برلماني ولا ممكن فيديرالي لماذا تقول لي أن هذا ما تناقشوش فيه يبقى نظام رئاسي مطلق كما رأو دور كلامه هو نظام رئاسي مطلقة وديباس المطلق لهم إذا المجلس السأسيسي يعيد سياغة الدسور من المادة واحد إلى آخر مادة وكل شيء يناقش وكل شيء يصادق بالإجماع ولا واحد يقول لك بللي يسوفي يختلف واحد لا يتم المصادقة مكانش منها لأن اللعبة الديمقراطية تقتضي أنه كل القوارين يتم المصادقة المجلس السأسيسي في حال انتخابه فهو ديجا لازم نوجد دوله الهيئة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات لازم دونك تكون عندنا آلية نازيهة من أجل ضمان أصوات الشعب تروح مكانها وإلا ما عنده احتمانها بعد ضمان هذه الآلية يتم الدعوة لنقاش عام من أجل الدعوة لمجلس السأسيسي فيتم تحديد كل ولاية حال يكون عندها ممثلين منتخابين يترشحوا القوائم سواء حزبية أحرار فئاوية رب سهل عليهم وبعد ما يتم تحديد القوائم والمصدقة عليها نمشي والفوت وكل ولاية تحدد الممثلين بما يوعدوهم فيه من برامج يعني الشخصيات ستفوت عليهم ستعرف قناعاتهم كيف يتمثل التيار سياسي كيف يتمثل الفكر كيف يتمثل الفئة لندسور هذا لا يوجد لعبة لنبدله كل 5 سنين انفو اللي يستادون دارو نمشي والفوت الفوت أكيد مدام خكرينا لأهلياتنا زاها راح يكون من شاء الله نازيه من بعد المجلس هذا راح يضم عديد شخصيات ممكن 480 حتى 600 شخصيات هذه الشخصيات عبر نقاش عام مهمتهم الأساسية كتابة دسور جديد دسور يستجيب لحاضر الشعب الجزائري ولمستقبله يستجيب للأجيال اللي جاية يعني دسور يراعي الحرية يراعي الحرية الفردية والجماعية الحرية السياسية حرية التعبير المساواة بين المواطنين حرية المعتقد يراعي مبدأ التنمية المستدامة حقوق الإنسان الديمقراطية هذا الدسور الذي سيستجيب لتطلعات الشعب الجزائري ويكتب بطريقة تشاركية مجلس الساسيسي تشاركي بعد ما يتم انتخاب المجلس الساسيسي مجلس الساسيسي راح ينتخب فيما بينهم حكومة تعمر حلاء انتقالية ولا حكومة تصرف أعمال هذه الحكومة بعد ما يتم انتخابها راح تحدد لتنتخب هي فيما بينها رئيس وزراء اللي راح تعطى له صلاحيات وفق خارطة طريق سياسي يحددها المجلس الساسيسي يعني هنا رجوع المجلس الساسيسي لأنه هو الوحيد لمثال الشرعية الشعبية تم انتخابه هذه هي حدد صلاحيات الحكومة وصلاحيات الوزير الأول وصلاحيات المجلس الساسيسي المجلس الساسيسي قلنا المهمة الأساسية تاعه كتاب الدستور جديد لكن الشريع الاستعجالي معناتها المجلس الساسيسي هذا راح يدوم مدة تاعه مثلا سنة أو سنتين خلال هذه المدة راح تكون هناك لازم يتم سن قوانين من أجل تصريف أعمال الدولة الجزائرية محشات تحبس الدولة وبالتالي المجلس الساسيسي عنده مهمة تانوية أخرى اللي هي تشريع المستعجل من أجل السير الحسن لمؤسسات الدولة إذن المجلس الساسيسي مثل ما قلنا المهمة الأساسية تاعه هو بعدما كانت هناك أزمة دوستورية ونادت طورة شعبية ضد النظام الحاكم لأنه المشكلة تاعنا ما هوش في الأشخاص ما هوش في شخص عبدالعزيز بوتفليقة وحده وإنما في النظام اللي كرس هاد الأشخاص في المنظومة اللي جابت هاد الأشخاص وفرضتهم علينا وحيب اليوم تفرض علينا أشخاص واحد أخرين إذن نحن نريد معالجة المشكل من أساسه وماش نديرو كما دارو السنوات المهضية معالجة ترقيعية لدرجة وصلنا تراكمات وصلت بنا لانسيدات سياسية إذن المجلس التأسيسي على عكس ما يتم الترويج له من بعض الشخصيات ولا من بعض الأفراد المجهولين محسوبين على جهات معينة أنا شرط فيديوهات في اليوتيوب يدير لك زعم فيديو تحسيسي على المجلس التأسيسي خوف فيه الناس ويرعب به الناس ويحطوا موسيقى تعروب ويهضروا باسم وزارة الدفاع من خوّل لكم بذلك وما فهمتش أنا وشكون لي كلفك أنت تهدر تقول بلي لذلك المؤسسة العسكرية قالت ما لازمش مجلس التأسيسي لذلك المؤسسة العسكرية تحضر بهم من خوّل لك والمؤسسة العسكرية من خوّلها أصل الحديث بهذه الأمور هي مؤسسة عسكرية يقيدها الدستور بمهام محددة لا شأن لها ولا دخل لها في الشأن السياسي هذا باش نكونوا واضحين إذن نحن الشعب عن المادة السبعة والمادة الثمانية لنرتكز عليها في قضية الدعوة لمجلس التأسيسي كما تنص علينا المادة السبعة السلطة الملك للشعب وهي مادة روحية والمادة الثمانية اللي تقول السلطة التأسيسية ملك للشعب وأعتقد أنه واضحة العبارة لك أيضا من يخوف شوي على قضية المجلس التأسيسي ويدعو لعدم تبني هذه الفكرة من منطلق أنه يريد بأقصى سرعة انتخاب رئيس جمهورية ومن بعد يقول لك ندروا واش حبينا لكن الخطأ اللي نوقع فيه أنه لم يرد جامي في العالم وين الشعب يقدر يكتب الدرسور تحت قيادة رئيس جمهورية لأنه المجلس التأسيسي لازم يتم انتخابه من قبل الشعب ولما يتم انتخابه من قبل الشعب هذا المجلس التأسيسي هو اللي ينتخب رئيس الوزراء ولا رئيس دولة يقدر يسير أمور الدولة تحت مراقبة المجلس التأسيسي ما في حالة انتخاب رئيس جمهورية هو من يشرف على الدسور وكتابة الدسور فلن يكون دسور الشعب سيكون دسور أقلية سيكون دسور زمرة حاكمة سيكون دسوره هو مسحل يكون دسور شعب لأنه لن يتم إشراكه رئيس الجمهورية سينادي للندوة وطنية هو يختار أعضائها هو يختار نخبها ممكن حتى يقوم بدعوة شكلية للأحزاب السياسية والجميع يعلم أن في الجزائر ما كان حتى حزب روي متى القاعدة الشعبية فعلية وبالتالي ألا ما نقبلش أن يكتب دسور مرة أخرى بعيد عن إرادة الشعب بعيد عن سلطة الشعب علي بلكم علاش لأنه بالمختصر من يتحمل تابعات الدسور من يتحمل عواقب قوانينه أنا وانتا والأخر المواطن الجزائري هو لأطر الدسور عليه بشكل مباشر على يومياته ومدام أنا اللي راح نتحمل مسؤولية هذه المواد الدسورية فبالتالي أنا لي لازم نقررها أنا لي لازم نشارك في كتابتها أنا من بين دعاة أن ندير مجلس أسيسي ومن بعد نروح الانتخابات الرئاسية بعد ما يتم المصادقة على الدسور الجديد وليس انتخاب رئيس اللي هو يشرف على كتابة الدسور والفرق واضح أنا أريد عبر المجلس السأسيسي كتابة الدسور يفصل السلطات يفصل بين السلطة التنفيذية السلطة الشريعية والسلطة القضائية يضع كل مؤسسة في صلاحيتها ويضعها في مكانها المناسب بعيد عن تدخل كل مؤسسة في الأخرى لذلك لو ننتخب رئيس الجمهورية ونقلوله مهمة كتابة الدسور راح يكتب دسور يستجيب لمتطلباته هو ولا المتطلبات الطيار السياسي اللي جاء منه ولا الحزب تاعه لذلك كتابة الدسور عبر مجلس السأسيسي راح يسمحنا بأن الرئيس القادم للجمهورية راح يكون موظف في رئيس الجمهورية وليس ملك رئاسي معناتها ملك بكامل صلاحيات أعيد وأذكر مرة أخرى أن تجربة المجلس السأسيسي ما هيش أول مرة تندار ندارت في بزاف دول العالم وأغلب دول العالم المتقدم فاتوا على مجال السأسيسية من أجل المرور من أنظمة شمولية إلى أنظمة ديمقراطية ودول القانون وتقريبا جل دول ولا كل دول أوروبا فاتوا على مجال السأسيسية كندا الولايات المتحدة أستراليا تونس حدانا دونك المجلس السأسيسي هو الوسيلة القانونية والشرعية الوحيدة نقول ونأكد وأتحمل كلامي أنه هو الوسيلة القانونية والشرعية الوحيدة التي تسمح بكتاب الدسور الديمقراطي تشاركي يشارك فيه الشعب تعددوا لهذه كاملة ما كانش وسيلة واحدة أخرى ما كانش طريقة واحدة أخرى باقي الطرق تعتبر على الانفرادية والانتقائية لرئيس الجمهورية وللسلطة الحاكمة في كتابة الدسور كما صرف الجزائر كل التعديلات تمت بطريقة فرادية أشرف عليها رئيس الجمهورية ولن تمر أي مادة ولا يتم المصادقة عليها إلا برضاه إذن المجلس السأسيسي هو الطريقة الواحدة التي ستسمح لنا كشعب كتاب الدسور جديد هذا لك أن نحب بنا فريمون حلو المشاكل تعال بلدتانا لكن كنا نحب بنا نزيد الرقع والرقع والرقع ونحن نروح التراكمات المجلس السأسيسي لا داعي للخوف منه هو مجلس يضم منتخبين عن الشعب الجزائري مهمتهم الوحيدة كتابة الدسور جديد المصادقة على مواده يتم عن طريق طلوعتي أعضاءه لدو تير دو لاصمبلي يضبطي وللوا وكل القوانين كل القوانين من المادة الأولى للآخر مادة في الدسور يتم التطرق لها مادة بمادة ما يتم المحافظة عليه أهلا وسهلا ما يتم إعادة النظر فيه أهلا وسهلا لكن المؤكد أنه كلش يفوت عن طريق الإجماع وعن طريق الأغلبية لدو تير دو لاصمبلي هذه قواعد اللعبة الديمقراطية إذا كان اليوم الجزائريين خايفين من بعضهم العلماني خايف من الإسلامي والإسلامي خايف من العلماني الشيوعي خايف من الليبيرالي إذا كان نعيش بهذا الخوف مستحيل نتقدمه أصلا النظام الجزائري بش يكون في علم كم النظام الجزائري هو روي سوق للداخل والخارج على أنه هو الهيئة الوحيدة هو الانتية الوحيدة اللي قادرة تحفظ توازنات الأمة الجزائرية هو روي سوق للناس خارج الجزائر وداخلهم بل الجزائريين متناحرين فيما بينهم بل الجزائريين عندهم عداوة عندهم اختلافات عندهم أحقاد عندهم إديولوجيات ومستحيل واحد يضمن التوازن فيما بينهم أبار أنا كنظام وبالتالي هذا وشراه يديم استمراريته هذا وشراه خلي الغرب راضي عليه وباقي أنا ما يهمني إيش الغرب رأيه فينا ولا رأينا فيه أنا يهمني نحن كشعب الناس اللي فجرت الطورة التحريرية الناس اللي استشهدت كان متفق على أنه يكتب دستور يكتبه الشعب والدستور هذا يتم كتابته عبر مجلس سأسيسي وكان متفق على أنه بعد ثلث سنوات من الاستقلال خلال مرحلة انتقالية نروح لانتخابات رئاسية نزيها الشعب فيها يختار رئيس سعو لكن ما حدثه هو انقلاب ما حدثه هو انقلاب العسكر على الحكم المدني واليوم نشوفه أنا كنت نشوف في فيديو تم ترويج لها عبر موقع رسمي للوزارة الدفاع يتم الترويج على أنه اختاروا بانتقائية ثلاثة رؤساء تعالجزائر لهم هواري بومدين وشادلي وزروال من خلال خطابات وتم اضافة خطابات القيد صالح لهم هذوك ثلاثة ديجا يعتبرون رؤساء للجمهورية والقيد صالح ما الا نائب وزير الدفاع اذا كيف يضع نفسه في مقام رئيس جمهورية تاني شيء اعلى تم اختيار ثلاثة رؤساء هذوك فقط دون الباقية وهو لأن هؤلاء الثلاثة رؤساء كانوا قيادات عسكرية وبعدها بلغوا منصب رئيس الجمهورية وكأن هذا اللي حب يروج الفيديو أحب يقول نابل للرئيس الجزائري القادم رح يكون من نتاج المؤسسة العسكرية ويعطينا انطباع أنه لا داعي للتفكير في دولة مدنية ولا ديمقراطية ولا دولة قانون كيف سبق وذكرت كذلك أنه تجربة المجلس السأسيسي تم اعتمادها في كبرى ديمقراطيات العالم كان دول لعقدة خمس مجلس سأسيسية لخمس جمهوريات وفي كل مرة تشوف باللي عادت عندها أزمة مؤسسات ولا الشعب عادي يشوف باللي كين هناك أزمة دستورية يلجأون لمجال السأسيسية من أجل كتابة دستير جديدة عبر مجال السأسيسية منتخلة نحن في الجزائر لماذا هذه التخوفات ومع بيش كون وراء هذه التخوفات ليرو يروج لها ولفائدة من وتخدم من إذن بين سنة 1983 إلى سنة 2016 تم عقد ما يقارب 17 مجلس سأسيسي عبر العالم إذن إذا كان الشعب الجزائري يريد فعلا الخروج من الأزمة التي رأنا فيها والتي ذات من الاندبندانس التي رأيها من الاستقلال ونحن رأنا نسوفر معها إذا كان حيبين فعلا ما علينا إلا بالدهار لكتابة دستور يضمن لنا ديمقراطية حقيقية بعيدا عن ضغوطات النظام النظام لا يتلقى بالسهل لكي تفهموا لكن نحن كما يقول لك نتكلو على الضغط الشعبي نتكلو على الحراك على المضاهرات السلمية معلش روحوا الدغط واحد اخر روحوا غرف جنرال ديوباييسان سيويل دونك لازمنا نحن نبقى نحافظوا على السلمية أكيد لكن لازمنا نضغط أكتر فاكتر على هذا النظام من أجل أنه يسيد لبوور من أجل أنه يتخلى على جسد من السلطة التي نتحمق من خلالها كتابة دستور تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة